بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل وصحبه ومواله أحبتي في الله سأبدأ مع حضراتكم بشرح متن هداية المرتاب وغاية الحفاظ والطلاة في تبيين متشابه الكتاب للإمام شيخ الإقراء بالشام على مدين أبو الحسن علي بن محمد السخاوي المتوفى سنة 643 هجرية طبعا أنا سأتجاوز عن المقدمة التي هي تقريبا 25 بيت لمن أراد الرجوع إليها وسأبدأ مباشرة مع الأبيات التي فيها المتشابهات وهو طبعا قسمها على الحروف الأبجدية فبدأ بحرف الألف فجاء في البيت الأول الذي هو طبعا البيت 26 27 28 أنزلنا التي بدأ بحرف الألف كما قلت بدأنا فيه قال رحمه الله وقرأ فأنزلنا بآي البقرة على الذين ظلموا محبرة لكن فأرسلنا عليهم جاء فيه سورة الأعراف يقينا فاعرفي وآخر الآية يفسقون فيها وفي الأعراف يظلمون طبعا في نسخ أخرى مكتوب هنا مخبرة أي مخبرة أنه جاءت على الذين ظلموا هذه الأبيات جاءت عن الآيتين 59 البقرة 162 الأعراف يعني ما بين البقرة والأعراف الآية في البقرة فبدأ اللذين ظلموا قولنا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وفي الأعراف فبدأ الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون ننتبه إخوتي في الله أولا قال فأنزلنا في سورة البقرة وقال فأرسلنا في سورة الأعراف فأرسلنا طبعا دارت الكلمة الإرسال رسل رسولهم رسولنا كثيرا في سورة الأعراف فانتبه لهذا أنه جاءت في الأعراف فأرسلنا بينما في البقرة فأنزلنا فأنزلنا تفيد في بداية نزول الأعذاب عليهم في سورة البقرة هذه يجب أن ننتبه لها وأيضا ننتبه بأنه كلمة النزول والإنزال وردت كثيرا ودارت كثيرا في سورة البقرة على عكس الإرسال أيضا ننتبه إلى هذا الأمر أيضا ممكن أن أقول مرة أخرى في كلمة أرسلنا أنه ورد فيها حرف الراء وأضبطها مع حرف من اسم السورة الراء في الأعراف فأرسلنا الأعراف هذه نضبطها طيب هذا الضبط ما بين فأنزلنا فأرسلنا على الذين ظلموا هنا يقول في البقرة أنه على الذين ظلموا فبدل الذين ظلموا على الذين ظلموا الذين ظلموا تكررت مرتين في سورة البقرة وجاءت مرة واحدة في سورة الأعراف فإذن هنا أضبطها على الزيادة للسورة الأطول بما أنه البقرة هي السورة الأطول أطول من سورة الأعراف فتكررت الذين ظلموا مرتين في سورة البقرة ولم تأتي إلا مرة واحدة في سورة الأعراف هي السورة الأقصر واستعاد عنها بأنه أرسلنا عليهم لم يقل على الذين ظلموا فانتبه لها الذين ظلموا منهم هنا جاءت في الأعراف ولم تأتي في البقرة فجاءت في البقرة على الذين ظلموا مرتين هنا منهم وعليهم أنا أركز على منهم عليهم ظلموا منهم فهنا لم تأتي في الأعراف الذين ظلموا مرة أخرى باقي أمر آخر أنه ختمت آية البقرة يفسقون وختمت آية الأعراف يظلمون يفسقون فيها حرف القاف وأربطها مع قاف البقرة قاف البقرة من اسم السورة فهنا تنضبط عندي أنه يفسقون جاءت في البقرة ويظلمون جاءت في الأعراف ويفسقون جاءت في سورة البقرة أنه في لما أنزل الله عليهم العذاب مرة واحدة فبما كانوا يفسقون تلك المرة بينما بما كانوا يظلمون والإرسال هو مستمر إلى يوم القيامة فإذن جاءت وناسبت سياق الآية بأن تختم يظلمون لأنه لدينا في سورة الأعراف أيضا وإذ تأذن ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومون سوء العذاب إلى يوم القيامة هذا اللي فيه للإرسال أي أنه إلى مستمر إلى يوم القيامة بما كانوا يظلمون الظلم يستدعي أنه يرسل عليهم رجلا من السماء ما دام أنهم يظلمون فالإرسال مستمر إلى يوم القيامة هذا ما وفقا له أن أبينه لحضراتكم وما كان من توفيق وصواف من الله وحده وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان وأستغفر الله لي ولكم كان معكم دريد إبراهيم المصلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته